تستمر المملكة البحرين بقطف النتائج والعوائد الإيجابية في المؤشرات التي تتعلق بنمو قطاع السياحة من خلال المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تطلقها في هذا المجال نعم نهج حكومي يسير في الاتجاه الصحيح لرفعة المجال السياحي بشكل ينسجم مع خطة التعافي الاقتصادي الأمر الذي سهم في أن تسجل البحرين معدلات انتعاش سياحي مرتفعة خلال الربع الثالث من العام الجاري البحرين وما تنتهجه من استراتيجيات وخطط ناجعة تنهض بجميع مجالات العمل الحيوية فيها تمضي بجهد كبير وعبر سياساتها الحكومية الفاعلة إلى الحفاظ على موقعها في خارطة عديد الدول التي تمتاز ببنية سياحية تتنوع فيها الخيارات والفعاليات السياحية والترفيهية الكبرى التي تناسب جميع أفراد العائلة نهج حكومي قاد نحو الحصول على عظيم النتائج الإيجابية للقطاع السياحي في المملكة لكونه يسير في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ أولويات وبرامج خطط التعافي الاقتصادي ونجاح المبادرات والخطط والبرامج التي تنفذها هيئة البحرين للسياحة والمعارض الأمر الذي أخذ بيد البحرين بأن تسجل معدلات انتعاش سياحي سريع على مستوى العالم منذ بدء رفع القيود عن حركة السياحة والسفر ودخول القطاع السياحي في مرحلة التعافي شيئا فشيئا من تداعيات الجائحة إن إبراز التقدم الحاصل بمستويات أداء القطاع السياحي في البحرين وتبيان سلسلة النجاحات التي تم تسجيلها تعكس تفعيل جهود التسويق الرسمية للقطاع السياحي البحريني بمختلف دول العالم وهو ما أفصح عنه مجلس الوزراء خلال اجتماعه بشأن المؤشرات السياحية الرئيسية خلال الربع الثالث من عام 2022 والتي أظهرت حدوث تجاوز بإجمالي الإرادات السياحية خلال هذه الفترة بمقدار مليار ومئتي مليون دينار بحريني أي ما يمثل 110% من الهدف المحدد في الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022 2026 المندرجة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي إلى جانب تجاوز متوسط الإنفاق اليومي للزوار ومتوسط مدة إقامتهم الهدف المحدد لطالما كان قطاع السياحة وما زال من بين أهم مصادر الدخل في البحرين شأنه عظيم ومخرجات عوائده تكفل دعم الاقتصاد الوطني بقوة فالسياحة تعتبر رافدا مهما ومصدرا رئيسيا من مصادر الدخل غير النفطية التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من قبل الحكومة المؤقرة برئاسة سمو وولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما لها من إسهام مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وباعتبارها عامل جذب اقتصادي وأداة رئيسة لإطلاع الشعوب على ثقافة البحرين وعراقة تاريخها العتيق كوسيلة للتواصل الاجتماعي والثقافي بين مختلف الأمم ترجمة نانسي قنقر